اشتركوا في القناة 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 وراح نبردها الان بمية باردة اشتركوا في القناة 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 راح ندقه بالملح حتى يصبح هريس أو بست معجون حضر معجون الثوم مع الفلفل الحار لأنه بفعل وجود الملح مع الثوم بيسهل عملية هرس الثوم مع الفلفل بيسير مثل المعجون الآن بعد ما هرسنا ثلث حبات ثوم وقرنفل في الحار الآن نقوم بوضع الطحنية في طبق التحضير كاسة طحنية ونصف كاسة لبن رايب وبنضيف مقدار عصير حب ونصف من الليمون والآن بنضيف اللي هي الثوم والفلفل الحار المهروس اللي هرسناهم بالملح بنضيف تقريبا نصف ملعقة من الملح وبنخلط الجميع بمضرب سلك حتى نحصل على الطرطور اللي راح نسمع منه أو راح نعمل منه سلطة الهند الآن خليط الطحنية مع اللبن والثوم أصبح جاهز الآن نقوم بوضع الهند اللي سلقناها مسبقا نعصرناها بالخليط وبنقوم بنخلط جميع المكونات مع بعض يعني تقريبا هي سلطة الهند بشبيهة بالبقدونسية نستمر بالخلط حتى تجانس المزيج الآن راح نسكبها في طبق التقديم ملاحظة يعني هاي السلطة اللي هي الهند ببالطحنية والحامض من أطيب المقبلات الباردة وبنصح الجميع يجرب هاي الطريقة لأنها طيبة جدا بفعل وجود الفلفل الحار ووجود الثوم بعطيها طعم رائع جدا الآن كم نلاحظ عملية سكبها في الصحن ولفها بالصحن بطريقة معينة احنا راح نزيينها الآن بشرحات الفلفل الحار الأحمر ممكن نزيينها بالبندولة المفروم ناعم ممكن نزيينها بذور الرمان إذا توفر بذور الرمان برضو رائع جدا وأخيرا راح نضيف لها اللي هو أساسي هذا عليها زيت الزيتون وهيك بكون يعني طبقنا اللي هو سلطة الهند بالطحنية والحامض أو سلطة العلك بسموه ناس علك أصبحت جاهزة وإلى اللقاء معي أنا الشف عمد أبو سيان في طبق آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة